انا من الاخر النهاردة جاي اعرفك ازاي تعرف تنشن على احسن جرافيك كارد مخصوص ليك ليك انت اه انت انت الجرافيك ده ليك انت جرافيك كارد اللي انت تشتريه بتاعك فانا جاي اقولك تجيبوا ازاي تابع مع الفيديو بعد انت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بك يا صاحبي معاك محمد جمال ودي قناة الحرف بص يا بطل من الاخر خلقة النهاردة مميزة لان انا جاي اشرح لك حاجة انت اكيد بتعاني منها كم مرة فكرت تشتري جرافيك كارد كتير طيب هل قرر لا ليه مش عارف ايه انواع المطروحة في السوق اكيد يعني لا انت عارف ولا انا عارف فخلينا دغري في انواع كل يوم بيتم طرحها فاحنا بنتسطل في الموضوع طيب انا جاي اقول لك الملخص والدليل الكامل ازاي تشتري جافي الكارد المحترم الخاص بك بس ابل اي حاجة انت هنا لازم تشترك علشان دي اقوى قناة عربية بتقدم محتوى تقني بلا اي منازع ومش مصدق بصراحة فيديو النهاردة انا انا كمقدم محتوى وكمهندس تقني بصراحة كنت اتمنى في يوم من الايام ان انا اسمعه علشان فعليا انا كنت محتاج للحاجة دي كنت محتاج ان انا اسمع النقطة دي علشان استفيد بيها في ان انا اشتري الحاجة دي واصلك يعني انا ده فيديو محبب لقلبي شوية لان انا ما شفتش حد ترح الفيديو ذا قبل كتير من الاخر انا جاي اعرفك ازاي تجيب احسن جرافيك كارد للجهاز الخاص بك انت مش لاقي جهاز والسلام يعني مش كل الارت اكس انت تسمع عنها مناسبة ليك ومش كل الارت اكس انت تسمع عنها تخص بص يا صاحب من الاخر بس في نقطة انا حابب اكلمك عنها بشكل مهم جدا والله اقسم بالله يا ابني الجرافيك كارد مش كارت الشاشة وخلاص تمام وقعيين كده الجرافيك كارد مش اي كارت الشاشة مش كارتك شاشة والسلام ما جبتش انت كارت الشاشة 7000 جيجا وخلصة لا نعم الموضوع في عصرار كتير فلازم تركه طيب انت تعب جهاز الكمبيوتر بتاعك الجرافيك كارد بقى جهاز كمبيوتر كان اي اه 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 الجرافيك كارد اللي انت بتشتريه لجهاز الكمبيوتر بتاعك هو اصلا جهاز كمبيوتر يعني انت تعرف الجهاز الكمبيوتر بتاعك اقوى حاجة فيه اللي هي المعالج 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 نحن عملنا حلقة عنه قبل كده تمام احنا عملنا حلقة عن المعالج واصرار المعالج وازاي المعالج بيشتغل وايه المهام المطلوبة من المعالج انت ممكن تركه تمام عشان تعرف انا بتكلم على ايه كفايد فاهم حاجة عندك المعالج يعني مثلا في الموبايلات سناب دراجون ثلاث تمائيات مثلا او جوجل تينسور او الكلام ده كله دي اسمها معالجات دي اللي بتحدد القوة مش الرام بقى والكلام ده كله تمام دي اقوى حاجة في جهاز الكمبيوتر بتاعك طب يا صاحبي انت دلوقت المعالج المعالج حط الف خط فيه جهاز الكمبيوتر اسمه سي بيو تمام الجرافي الكارد بقى فيه جي بيو فيه معالج قص به تخيل وفيه رمات وفيه كل ده فاهمني انت يعني هو جهاز الكمبيوتر مصغر كده بس خاص بحاجه معينة مش جهاز الكمبيوتر انت تعرف تواسل عليه شاشة او لا هو جاي كجهاز الكمبيوتر مساعد بنقطة معينة لجهاز الكمبيوتر تقصليه تعرف ايه الكوميديا اللي في الموضوع ان فيه حاجة اسمها التردد تمام التردد الخاص بالمعالج participe او التردد الخاص بالجي بيو او الكاردد الشاشة الجميل في الموضوع والمضحك يعني أن كلما زاد التردد هنا أو هنا زادت الكفاءة علاقة بص مش هقول لك بقى علاقة علاقة أحب وحنان يا ابني كلما التردد هنا يزيد أو هنا يزيد سواء في الـ CPU أو في الـ GPU الكفاءة بتزيد ثاني الـ GPU أو الـ CPU المعالجية سواء بتاع الكمبيوتر أو بتاع كارت الشاشة كلما التردد بتاعهم زاد كل أما أنت بتخصر على كفاءة أعلى فمعنى أول نقطة هات دور على التردد العالي دور على التردد العالي اللي أنت تستفيد منه شتان يعني ما يبقاش الـ CPU عندك مثلا تردده مثلا 2.4 وتروح تجيب 7.7 في الجرافة الكارت لا كده أنت بتستهد هذا ليس سيديك أيضا غير الـ 2.4 بتوع الـ CPU CPU ليس سيقدر يعني تردد فهمني؟ ما تروحش تجيب 100 خصان وتركيبهم على الأربية واحدة لا يفع؟ نقطة كمان بس أحب أكلمك عنها الـ GPU وجهاز الكمبيوتر بتاعك كارت الشاشة بقى وجهاز الكمبيوتر الـ 2 بتقسم نفس الرمات يعني مش قصد أن الرمات الكمبيوتر عندك لو 12 جيجا فالكارت الفيجا اللي أنت تجيبه أو كارت الشاشة بتاعك شرط وليكن هو يبقى 12 جيجا لا هنا بقى الموضوع مختلف لأن النقطة هذه هنديها للصالح كارت الشاشة هنديها للـ GPU لأن أنت أصلا متاح لك أعداد أكثر من أنواع الرمات وكمان بأعلى من الرمات بتاع الكمبيوتر ممكن تعالل رمات بتاع كارت الشاشة زي ما أنت عايز تختار كارت الشاشة رماته مثلاً ألف وكمبيوترك رماته اثنين عادي مش هتفرق النقطة الثانية ها؟ ركزنا فيها عرفناه أن أنت هتدور على تردد عالي و رماتك مخترمة النوق وعاليه بس ركز إن هم يكونوا متوافقين مع جهاز الكمبيوتر بتاعك ما توقعんなك تجيب شيء لا حدOffك але يكون كارت الشاشة اقتصادي فرقشن بعد قرات كل الكروت الشاشة فقى رماتي عم محمد ؟ لا لاه sistemas فقم غض targeted object тов satisfied هناك كروت الشاشة باعتمد علي الرمات الخاصة بجهاز الكمبيوتر بتاعك. علشان كده قلت لك اختار كارت شاشة في رامات. وقلت لك اختار كارت شاشة من نوع الرامات الكويس. مش الرامات وخلاص. واختار كارت شاشة رامات تكون عالية. ليه? لان فيه خلوج شاشة بتيجي من غير رام. فبتضطر ان هي تاخد قوة الرام بتاعت جهاز الكمبيوتر. فده هيأثر اصلا على اداء الكمبيوتر بتاعك في الطبيعي. يعني مش هيفيدك. لا ده هيأثر عليه. اخر حاجة بقى هكلمك عنها. واهم حاجة كلمك عنها. اختار كارت شاشة استهلاك الكهرباء بتاعه مع او. بص. كل اللي فات اللي احنا اتكلمنا عليه. كل ما انت قدرت نفسك فيه اكتر هتدفعك. لكن. اللي جاء دي مهم. كارت الشاشة. اختار النوع اللي بيقدم لك استهلاك كهرباء مناسب للمكان اللي انت عايش فيه. ليه بقى? لان في كارت شاشة بتستخدم من كهرباء. في كارت شاشة عايزة ديزل يشغلها تمام? يعني مناش علاقة بالكارت دي قالص ومش بتاعتنا يا جماعة. نبهد عنها الله يخليكو. وفي نفس الوقت ما ترفش مسلا تجيب كارت شاشة منتهي الصراحية او ميت. لا. اختار الوصف. اللي انت تقدر تدفع تكلفته وتاخد اكتر مميزات دي. لان ده يفيدك انت مش هيفيدنا تمام? حدينا الفيديو تمام? مزبوط معاكم انا اوه. فيين اللايك? فيين الشيء? فيين الاشتراك الجميء? تنفع اغنية? من اول الفيديو كده كنت بقولك ان احنا كنا عاملين فيديو عن المعالجات. والمهام اللي هي بتعملها. تمام? قررت اتسيب لك الفيديو ده بشاشة النهاية. لازم تبص عليه بصراحة عشان تعرف. السي بيو بتاعك. المعالج بتاعك. ايه قدراته اصلا وبيعمل ايه? ويهي لازمته? اللي هو منظر وخلاص. لازم تعرف. عشان كده تسيب لك في شاشة النهاية اللي انت حاليا شايفه هنا. هنا او هنا. بص هو هنا او هنا. وهنا ممكن ترى الفيديو يبقى تلاقي هنا الاشتراك اللي انت نسيت تعمله. اعمل. سلام عليكم.